ما حكم من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب على المنبر هل يجوز له أن يصلي ركعتين تحية المسجد أم يجلس مباشرة للإنصاط إلى الخطيب والجواب يستحب لمن دخل المسجد أثناء خطوة الجمعة حتى ولو كان الإمام يخطب على المنبر يستحب له أن يصلي ركعتين خفيفتين هذا مذهب الشافعية ومذهب الحنبلة وبهذا القول قال طائفة من السلف بل هناك من نقل الإجماع على ذلك وبه أفتت اللجنة الدائمة في بلاد الحرمين يستحب لمن دخل المسجد يوم الجمعة حتى ولو كان الإمام خطيبا يعني شرع في خطبته على المنبر يستحب له أن يصلي ركعتين استدلوا بما روال بخاري ومسلم من حديث جابري بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقال له النبي وهو على المنبر صليت يا فلان يعني صليت ركعتين يا فلان صليت ركعتين يا فلان فقال لا فقال عليه الصلاة والسلام وهو قائم على المنبر يخطب قال له قم فاركع أي فاركع ركعتين وفي رواية مسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما وفي رواية أبي قتاد في صحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس هذا حكم مهم لأن كثير من المسلمين إذا دخل المسجد متأخرا يوم الجمعة والإمام يخطب يجلس مباشرة لا من السنة أن تركع ركعتين خفيفتين تجوز فيهما ثم اجلس وأنصط إلى الخطيب